في الوقت الذي يكثر الحادث عن عصرانة الخدمات المصرفية في الجزائر وتطوير أدائها المالي والرقمي ها هي البنوك العمومية تعجز عن توفير بعض أولاق العملة الصعبة من فئة 5 أورو هالعمر الذي أثر بشكل مباشر على الجزائريين الذين يتقدمون للوكالة البنكية بغية الحصول على المنحة السياحية والمقدرة حاليا بـ 115 أورو ليجدوا أنفسهم مضطرين للحصول على 110 أورو فقط هذا ما وقفت عليه الشرق نيوس خلال جولة صباحية في العاصمة أقدمت للمصرف الموضف على المصرف أعطى لي 110 أورو وبسبب أنهم لم يكن لديهم 5 أورو النقدة 5 أورو أعطاهم لي بالدينار ونرى هذه كاريتها البنكات الموجودة في الجرية ليست ببنكات كوميرسية خبراء الاقتصاد قرأوا في غياب ورقة 5 أورو بالبنك نقصا في السيولة المالية بالعملة الصعبة وفي محاولة منا لمعرفة أسباب عدز البنوك عن توفير ورقة 5 أورو لزبائنها اقتربنا من مسؤول أول هيئة نقدية في البلاد وكان رده كالآتي في انتظار ترتيب بيت بنك الجزائر يبقى الجزائريون في دوامة نظام مصرفي لا يرقى إلى تطلعاتهم فهل سيتمكن محمد لوكال من تحقيق مع جزاع بلوغه محمد الاكساسي